ولقراءة أكثر لهذه الرسالة ينضم إلينا من عمان الكاتب والباحث سيد فخري صالح أهلا بك معنا سيد فخري حسب رأيك لماذا لم ينشر إدوارد سعيد هذه الرسالة في ذلك الوقت وما دلالات نشرها الآن مع ما نشاهده من تواطئ واضح من أغلب المثقفين الغربيين مع إسرائيل ما فهمته عندما قرأت هذه الرسالة التي نشرت بعد وفاة إدوارد سعيد بسنوات طويلة يعني بحوالي 19 عاما من وفاة إدوارد سعيد أن إدوارد سعيد رأى في ذلك الحين أنها كانت قاسية هذه الرسالة على المثقفين الأمريكان اليهود الذين توجه إليهم هو يعني اتهمهم بقسوة القلب وعدم رؤية الآخرين وأيضا بالمعايير المزدوجة التي يتبعونها في رؤية الآخرين يدعون إلى العدل والحرية وإلى حقوق الإنسان ولكنهم عندما يأتي موضوع الشعب الفلسطيني وما تمارسه إسرائيل بحق هذا الشعب يبدون عدم اهتمام ويشيحون ببصرهم عن الشعب الفلسطيني ولهذا السبب فضل أن يضع هذه الرسالة في الأدواج ولا ينشرها ومن الواضح أن ورثت إدوارد سعيد خصوصا زوجته مريم وابنته وابنه قرروا أن يبدأوا في نشر أعمال إدوارد سعيد التي لم تنشر سابقا ويعني قبل أيام نشر ديوان لإدوارد سعيد ومعظم الناس لا يعرفون أن إدوارد سعيد كان يكتب شعرا نشر مجموعة شعرية من حوالي خمسين وصفاعة دكتور فخري تتحدث عن أن هناك كان نقد لاذع بالفعل للمثقفين اليهود لكن أيضا في رسالته التي نتحدث عنها طلب سعيد المثقفين الأمريكيين بأن يكونوا شهودا على جرائم الاحتلال حتى أنه ختم بالقول أن الطريق قد اتضحت معالمه فإما أن نحارب من أجل العدل والحقيقة أو أن نتخلى عن صفة المثقفين هل وجدت هذه الدعوة صدى ما برأيه؟ صحيح هذه دعني أعلق على كلامك أولا وأربط الماضي بالحاضر في الواقع أن هذه هي السطور الأخيرة التي أنهى إدوارد سعيد رسالته بها أنه إما أن نكون مثقفين حقيقيين وإما أن نبحث لنا عن وظيفة أخرى وأريد أن أذكر أنه إدوارد سعيد له كتاب عن المثقف وعن أدوار وصور المثقف وهو يعتقد بأن المثقف عليه أن يقول الحقيقة للسلطة أينما توضعت هذه السلطة ومهما كان الثمن الذي سيدفعه هذا المثقف هو في بعض مقاطع هذه الرسالة يقول للمثقفين اليهود الأمريكيين أولا وللمثقفين الأمريكيين عموما بأن هناك فرقا بين اللوبي اللوبيات الموجودة في أمريكا التي وعلى رأسها آيباك طبعا التي تناصر إسرائيل وبين المثقفين يجب أن يكون المثقف مختلفا في وجهة نظره عن اللوبيات التي تروج لسرديات يعني تناصر إسرائيل وتناصر الصيونية وأن يفتحوا عيونهم على أقصر المثقفين على ما يحصل في الواقع طبعا هو معظم الرسالة موجهة للمثقفين اليهود الأمريكيين الذين يعتبرهم مؤثرين في الوسط الثقافي والوسط الإعلامي الأمريكي ثم يتحدث قليلا عن المثقفين الأمريكيين سيد صالح إدوارد سعيد أسهم في تأسيس خطاب بديل ومنافس للخطاب الصهيوني في أمريكا خطاب مزود بأدوات الدعم التاريخي والمنطقي ما أثر كل ما قام به إدوارد سعيد من جهود في النخبة الأمريكية اليوم وخصوصا أيضا في الحراكة الطلاب بالدعم لفلسطين نعم إدوارد سعيد بالفعل نحن خسرناه بعد وفاته عام 2003 كان ناطقا باسم الفلسطينيين في الأوساط الأمريكية الثقافية وكذلك الإعلامية وأيضا كان مؤثرا في كثير من مناحي الثقافة العالمية هو أحد المنظرين الكبار لما يسمى ما بعد الكولونيالية أو خطاب ما بعد الاستعمار وقد أثر كثيرا يعني المنجز سعيد ما زال يقرأ إلى هذه اللحظة بوصفه أساسيا ومغيرا في نظرة المثقفين إلى قضايا متعددة إلى قضايا الاستعمار الكولونيالية إلى قضايا الإمبريالية إلى أيضا الشعب الفلسطيني أنا وجهة نظري أنه إدوال سعيد كتب كل ما كتبه انطلاقا من كونه منفيا فلسطينيا انتزع من أرضه هو وشعبه وحتى هذه اللحظة تصدر العديد من الكتب وعشرات المقالات بلغات مختلفة عن منجز إدوال سعيد أظن أنه بدأ هذا العمل الذي أنجزه إدوال سعيد يؤتي أكله في الوسط الإعلامي والوسط الثقافي الغربية قبل قليل أنا قلت أنه أنا أريد أن أربط الماضي بالحاضر ما نشاهده الآن في الغرب سواء في الأوساط الإعلامية ما يسمى المينستريم يعني الصحافة العامة الموجهة للجمهور وكذلك المؤسسات التلفزيونية والإذاعات كل هذه المؤسسات كانت تروج للسردية الغربية لكن خطاب مثل خطاب إدوال سعيد وتلامذة إدوال سعيد بعده بدأت تؤثر على أوساط الشباب الآن نحن نلاحظ أن هناك سردية مختلفة وهناك تأييدا للحقوق الفلسطينيين مظاهرات هائلة جدا في عواصم كبيرة مثل لندن ونيويورك وواشنطن وبلدان أوروبية وعالمية أخرى يعني نشاهدها كل يوم كل أسبوع هناك عشرات الآلاف أو مئات الآلاف وأنا قبل حوالي أقل من شهر كنت في لندن وشاهدت التعاطف الهائل مع القضية الفلسطينية من قبل إنجليز وأشخاص ليسوا عربا وليسوا فلسطينيين وليسوا مسلمين فإذا معنى ذلك أن هذا المنجز الذي أنجزه إدوال سعيد في مجالات مختلفة ومن ضمنه مجال بحث القضية الفلسطينية بدأ بالفعل يؤثر على أوساط عديدة طبعا أنا لا أنكر أن ما يحصل للفلسطينيين والوحشية الإسرائيلية والصيونية التي قابلت بها مقاومة الفلسطينيين وما يحصل في غزة الآن وكذلك في الضفة الغربية هو جزء من تغيير هذه السردية لكن نريد أيضا تأسيسا فكريا ثقافيا للقضية الفلسطينية والتحرل الفلسطيني مفهول دكتور فخري لو عدنا واحدا من الأسماء الأساسية تمام دكتور فخري ربما نتحدث نحن عن رسالة كتبت عام تسعة وثمانين يعني أكثر من عشرين عام على هذه الرسالة وربما كان يراهن في حينها إدوارد سعيد على المثقفين اليهود في ذلك الوقت وعلى المثقفين الأمريكيين أيضا اليوم هل تعتقد أن هناك هل بقي هناك من المثقفين وأضعهم بين محددين لأن كلمة مثقف بمفهوم إدوارد سعيد مختلفة تماما هو ابن إنسان يعني بشري دون الهويات القومية والإثنية وما إلى ذلك أو المعتقدات هل تعتقد أن هذه الرسالة لو قيد لإدوارد سعيد أن يكتبها اليوم سيكتبها بنفس الصيغة أم أنه سيخاطب بلغة أخرى يعني أولا هذه الرسالة كما قلت يعني أكثر من ثلاثين عام خمسة وثلاثين عام مرة على كتابة هذه الرسالة كتبت هذه الرسالة عن تسعة وتمانين يعني أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى وأيضا بعد وهو يذكر ذلك في رسالته وأيضا بعد اجتماع الجزائر عام الف وتسعمائة وتمانية وتمانين واعتراع يعني وقبول الفلسطينيين لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل يعني التنازلات التي قدمها الفلسطينيون في ذلك الحين للأسف حتى هذه اللحظة لم تواجه من قبل الإسرائيليين والصوائنا يعني أنا لا أعتقد أنه المثقفون والإعلاميون اليهود في الغرب وخصوصا في أمريكا يتقبلون هذا الكلام الذي تحدث به إدوارد سعيد ما زالوا يروجون لذات السردية الآن الانشقاقات الموجودة هي في أوساط مثقفين غير بارزين أعلاميين يكتبون في إعلام بديل لكن عندما تقرأ مثلا نيويورك تايمز أو واشنطو بوست تجد أن السردية نفسها تتكرر المثقفين الحقيقيين الذي يمكن الاعتماد عليهم للأسف فقدوا ربما صفة المثقف بحسب مفهوم إدوارد سعيد على كل حال أشكرك جزيلا الشكر من عمان الكاتب والباحث الدكتور فخري صالح شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا لك